اشتركوا في القناة وهو يتعلق بعودة القطاع الصحي وبعض الملاحظات التي نقلت من المواطنين حول تأخير بعض المراجعات وهل انتهى هذا الامر خصوصا وانه كان فيه اليوم اجتماع في وزارة الصحة بهذا الخصوص وسيشرفنا في هذا المحور الدكتور العزيز الى القلب والقريب علينا جميعا دكتور محمود الزريقات امين عام وزارة الصحة الله يمسك بخير دكتور الله يحفظك يا رب واريد ان اقول لكل من يتابعنا بان المحور الثاني سيكون بعنوان من عمان هنا القدس وسيكون معنا ضيوف من القدس وسوف ننقل نبض الشارع المقدسي ان شاء الله في اغلب تفاصيله وسيكون معنا اتصالات موجهة ومباشرة مع عدد من المسؤولين ومنهم الشيخ عكرم صبري خطيب المسجد الاقصى والمطران عطالة حنى مطران القدس وايضا محافظ القدس عبدان غيث باذن الله اذا يعني تمكننا من ذلك ولكن ان شاء الله ان تبقوا معنا بحيث انه هذا الجزء الثاني من البث سيكون صحيح من عمان ولكن من قلب عمان وهي القدس القدس التي كانت ومازالت وستبقى في قلب كل اردني وفي قلب الهاشميين وهي ايضا قضيتنا كما هي قضية اهلنا في فلسطين المحتلة دكتور محمود الله يمسك بخير ويعطيك الفعال يا مسل نور الله يعافيك يسعد مساك ومساء كل المتابعين الله يحفظك سيدنا احنا في بيني وبينك انا اكثر من متر اذا بتقدر تشلح الكمام انا بعرف انك متقيد وملتزم يسعدك و احنا يعني بس لا في اكثر من متر ونص ومحصن كمان ما شاء الله عليك دكتور اليوم كان فيه اجتماع هام بخصوص عودة القطاع السحي كان فيه قرارات منذ فترة خصوصا مع ارتفاع عدد الإصابات في فيروس كورونا بتأجيل بعض الإجراءات الطبية وبعض الإجراءات التي قابلة للتأجيل هل هذه ستعود الآن وإن شاء الله ما هي الإجراءات المستقبلية في مستشفياتنا وبعدها راح نتحدث عن اجتماع لجنة الأوبياء أيضا اليوم حقيقة بجزء متطلعين ومتابعين أكثر مننا احنا بجزء بالواقع الوبائي اللي موجود الآن اللي وصلنا إلىه يعني مؤشرات جيدة نتجه إلى استقرار نحول جيد وإن شاء الله مع حملة التطعيم اللي أن نقوم الآن عليها وزارة الصحة تقوم ليلة نهار أنه نقدر نصل للرقم المطلوب يعني نحط في الخطة أنه نطعم تقريبا نصل إلى ستة مليون نسمة من سكان المملكة الأردنية الهاشمية وهذا يعني أنه يعني وسط آمن بلد آمن إن شاء الله محصن ضد هذا الوباء الخطير إن شاء الله تعد الظروف اللي مرينا فيها بتعرف الجائحة يعني يعني خيمت على الواقع كله الاجتماعي الاقتصادي الصحي احنا أولكنا في الفترة الماضية ومن أيام بلشنا الارتاح يعني من عشر أيام مجاهة يعني بلشت تعرف المؤشر اللي بمشي عليه أنا كمدير مستشفيات إنه دخولات المستشفى أصبحت أقل من الخروجات وهذا مؤشر جيد بالنسبة لي توفير أسرة مهم بالنسبة لي يعني كنا نعاني من تقريبا امتلاء الأسرة بالكامل لتغطي مرضى الكورونا يعني كل مستشفيات فيها أقسام كورونا تعرف كل أقسام الاي سيو أو العناية الحديثة كانت مخصص فيها نسبة كبيرة لمرضى الكورونا تعرف في مرضانا يعني والحمد لله الآن مؤشرات الاستقرار باللشت وعلى ضوء ذلك احنا أخذنا بعض القرارات الإيجابية اللي بتعود على المرضى ومراجعيننا اللي كانوا محرومين من مراجعات العيادات الخارجية اللي كانوا مبرمجين للعمليات الجراحية سنعود طبعا تدريجي كما هو متعرف عليه فنبدأ بـ 30% على مستوى المستشفيات المركزية والطرفية وسنزيدها تقريبا بشكل تدريجي كل عشر أيام بنعيد النظر إن شاء الله نكون يعني من غدا نبدأ بـ 30% نعم إن شاء الله من بكرة يعني اللي قاعدين باسمها حتى يعرفوا شو يعني 30% يعني 30% من الموعيد المؤجلة سوف تأتي من بكرة إن شاء الله بعدها كل عشر أيام بيتم التقييم نعم هون بحب نوه العمليات بجزء الإخوة المشاهدين أو المتابعين العمليات الجراحية العاجلة أو المستعجلة لا تؤجل هاي كان يعني أرقام قياسية حتى في بعض المستشفياتنا مئات العمليات يوميا تجرى في مستشفيات وزارة الصحة على أساس إنها حالات طارئة لكن الحالات الغير طارئة المبرمجسة يتم التعامل معها اعتبارا من يعني هو من تاريخ اليوم لكن غدا باستقبال من المبرمجين 30% إن شاء الله لنعود يعني نعمل أن نعود إلى الطبيعي خلال فترة وجيزة ما بدا أقوله أنه نهاية الصيف بجزء نكون 100% إن شاء الله هذا إذا ما طبقنا ما نطمح فيه أن نطعم العدد الكبير من السكان طب سيدي أيضا المراكز الصحية الخدمات التي تقدم في الأطراف للمراكز الصحية نعرف أنه هاي كمان يعني مش تم تأجيلها أو الغاءة ولكن تم ترشيد عدد المواعيد أو المراجعات فيها هل سيعود أيضا ذلك؟ 100% سيعود على جميع أفراد المجتمع مراجعين بشكل عامل الأمراض المزمن بتعرف كنا إحنا إن بالفترة الأخيرة يعني نوجه رسائل إنه ما يجيش حتى هو المريض نفسه للمستشفى حفظا على صحته وسلامته يعني نصرف العلاج لأي من أفراد العائل لكن بتعرف بعد بكل فترة وفترة لازم أنه المريض يعرض على الطبيب لإعادة معاينته يعني ممكن يكون تطور المرض سلبي أو تكون تطور المرض إيجابي تغيير الخطة العلاجية هذا يتطلب مراجعة المريض للطبيب كل فترة وفترة وهي إحنا قدرناها أن لا تزيد عن ثلاثة أشهر يعني لازم يشوفوا الطبيب لذلك إحنا بنفرض على الطبيب أنه يعيد معاينة المريض أقلها يعني مرة في ثلاثة شهر بالنسبة للأمراض المزمنة نحكي الأمراض العادية الطارئة تراجع أقسام الأسعاف والطوارئ ولم تنقطع تقديم الخدمات على مدار الفترة الماضية وإخواننا في الدفاع المدني ما قصر في أيام الحضر كانوا هم اللي متعاونين وهم اللي يجيبوا المرضى في ساعات الحضر في أيام الجمعة يمتعرف مش غشيم وقدموا جهدي كبير من خلالك وأنا بقدم لهم تحية لكم الله يعطيهم ألفاكي طبعا اللي يشاركونا في هذه الحملات والعلاج وحتى قدمنا علاجات ودناها للمرضى خلال الجائحة الماضية زاد عن ثلاثين ألف وصفة طبية على مستوى مستشفى البشير أنا أتذكر تم توزيعها وإيصالها للمرضى في بيوتهم طبعا من الجائحة تعلمنا دروس يعني أطرق للتوصيل ووضعنا خطة وتحت الدراسة الآن كيفية توصيل العلاجات في حال اضطررنا إلى المرضى في البيوت وسنتعاقد يعني زي في عنا مجموعة مركز الحسين مثلا بتعامل بنفس الطريقة مع شركات توصل العلاجات بأثمان يعني متعامل مقبولة جدا لنا إحنا ولا تكلف المواطن شيئا يعني هم تحملها الحكومة تتحمل نعم نتحمل ذلك وإن شاء الله يعني هي تحت الدراسة وإن شاء الله غير نطبقها في المستقبل حتى في غياب الجائحة لأن وجود الاقتضاد في الظروف العادية أصلا غير مشكلة أصلا بدون حتى في كورونا نعم يشكل مشكلة حتى في غياب الجائحة أو الفيروس وليش ما نكون يعني أكثر حضارة وأكثر تحسين في الأداء نرفع شوية من الأداء أمام المرضى هذا إنجاز عظيم هذا بتم يعني حتى بدون كورونا يعني فكرة إنه المراجع الكبير في السن بيصير عرضة أصلاً لأمية مرض يعني في المراجعات يعني هناك تفكير جدي بهذه المسألة وهي عملية إيصال هذه الأدوية نعم لمستحق بها تحت الدراسة وعلى وشك إنه نطعب في نتائج إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله دكتور اليوم كان فيه اجتماع للجنة الأوبية وكان فيه اجتماع يعني حتى كل أطراف الحكومة اليوم كانت مجتمعة بخصوص بعض القرارات التي بدأت تصير بخصوص الوضع تبعنا أعلم ويعلم بجوز المتابعين بأنه كمان وصلنا كمية كبيرة من المطاعيم الآن في خطة لتوسيع دائرة التطعيم في أكثر من منطقة حتى نصل إلى صيف آمن بدنا نتحدث عن هذا الموضوع 100% يعني إحنا لم نخرج بأي قرار يعني بالمناسبة اليوم بكانت عبارة عن دراسة الوضع الوباء اللي إحنا فيه اللي حكينا فيه دراسة ما هي يعني طرق إنه نتطور أكثر والمنحنى يوصل لا إحنا يعني راغبين ونرغب أن نسبة انتقال لعدوى أن تنقص عن الخمسة في المئة هذا هو دفن فإذا وصلنا تحت الخمسة في المئة أنت بتحكي عن يعني مطمع جدا بالنسبة للأسرة بالنسبة لعلاج المرضى بالنسبة لفتتاح العيادات الأخرى أو الاختصاصات الأخرى من المرضى بالنسبة كمان للوضع الاجتماعي بشكل عام أما لم نخرج بأي قرار لأنه نرغب بالمزيد يعني اليوم كانت جلستكو توصيات وليس القرارات طب يعني إحنا رايحين لوين بالتوصيات بلاش نحكي بالقرارات والله إحنا نأمل بتعرف إحنا بنشي بشكل موازي مع برنامج التطعيم طبعا يعني إنت بتحكي إنه الآن وصلنا إنه منقدر يعني مراكز التطعيم الموجودة عنا منقدر نقدم مطاعم لتجاوز التسعين ألف في اليوم وهذا مطمئن جدا رقم كبير طبعا نعم كمان المؤشر الجيد إنه هناك إقبال يعني جيد من الناس من الخمسة وتسعين اللي إحنا حاطين مثلا بجينا تقريبا ما يزيد عن ستين بالمية منهم يعني خمسة ستين وهذا مقبول جدا ونتوقع في الأيام القادمة إنه الإقبال يكون أكثر ليش لأنه صيفا آمن يتضمن برنامج التطعيم كامل التطعيم كامل وإرشادي كامل وأنا بنصح إنه يعني المواطنين بجميع فئاتهم مش فئة معينة إذا بصلوا الدور إنه لا يتأخر من أخذ المطعوم لأنه هو حقيقة صار مطلب وبنفس الوقت يعني سيكون هناك شروط على السفر وهذه بلشت عندنا دول إذا بدك السافر يشترط عليك إنه قد كامل فترة يعني يقولوا إنه ما فيش مطعيم يعني صارت الناس عندها إقبال مكملية المطعيم كانت أقل اليوم هذه المشكلة المتحدة الحمد لله يعني الآن هناك برنامج واضح وبلشت الاستيراد لمختلف المطعيم تصل عندنا والاحتياطه موجود والبرنامج سيكون فعال في الفترة القادمة إن شاء الله توقعاتي إنه مع خلال الصيف فهذا راح نتجاوز العدد اللي إحنا نطمح له أنا بقول لنهاية شهر جون حزيران القادم إن شاء الله غير نتجاوز الأربعة مليون إن شاء الله لنهاية السنة ستة مليون بالنسبة لإنجاز عظيم وهذا بإذن الله مع الخطة اللي إحنا وضعينها إن شاء الله خلنا نتجاوز ستة مليون نكون هيك يعني بتحكي عن مجتمع آمن صحيا بالنسبة للجائحة نكون خرجنا الحمد لله من احتمالية إصابة أو لا سمح الله انتقال أو انتشار عدوى نكون محصنين أمام أي سلالة قد تظهر تعرف الناس بتخوفي من هالسلالات اللي بتطلع لكن تبين لنا إنه الإنسان اللي ما أخذ المطعوم بغض النظر عن مصدره هو محصن ولم يحتاج للدكول إلى المستشفى في النهاية ده من نحك يعني حتى لو أصيب ولكن تكون إصابته بسيطة جدا هي هي النقطة اللي مش فاهمينها بعض الناس إنه المطعوم ممكن بعدي ينصاب الواحد ولكن لن يلزم أي حال طارع والحمد لله وأكد إنه لغاية اللحظة لم يظهر على أي من مرضانة أي مضاعفة يعني تطلبت دخول إلى المستشفى أو للعناية الحديثة لم ينتج عن المطاعيم لغاية اللحظة والحمد لله أي توفى أنت بتحكي عن مرنامج تطعيم واسع مضاعفات قليلة فلماذا لا نقوم بأخذ المطعوم ونحصن أنفسنا ما يقلنا لعائلاتنا لأخواننا لأبنائنا فهذا متطلب ويجب أنه نخضي يعني أنا بدي أحكي بهذا الخصوص أنت كنت من أوائل الناس اللي أخذوا المطعوم في المملكة الذي تجرب علينا ضحيت بنفسك هذا دليل على أنك أنت تؤمن بالعلم ويجب علينا جميعا أن نؤمن بالعلم يعني ماذا تقول للذي لازال إلى الآن لديه بعض التحفظ بديش أقول تخوف لأن التخوف انتفى الآن في التحفظ لا التحفظ لا داعي للتحفظ يعني الناس متطلعة اليوم على شركات متعددة صارت تنتج المطاعم وهذا إشي مطامن أنا في الأيام اللي أخذت في المطعوم وأؤكد لك لو صنع هذا المطعوم في ثغرة عصفور أنا كنت بهذيك الوقت سأقبل التجربة علي لأن بها فائدة للآخرين فالحمد لله استفدت وبالعكس أنا تابعت الفحوصات المخبري وبينت ما إن شاء الله أجسام مضادة موجودة وبتعرف أنا كنت داخل هالوسط الوبائي اللي أكثر من البشير يعني الناس المراجعين أعطى طمأنينة إلي طمأنينة بالرغم أنه ما كان فيه مختبرات تفحص الأنتبادي يعني أنا فحصت بعد ما أخذت الجرعة الثانية بعدها فترة أصلا فترة نعم والحمد لله وجدت أنه اللي بالممتاز المطعوم جيد رغم أنه كان تجربة وانتشر في العالم كله يعني بلشت العالم كله تاخذ المطاعم من جميع مصادرها الآن إحنا الحمد لله متعاقدين مع مختلف الشركات المصنعة للمطاعم بحيث أنه لا يغلق أمامنا أي باب من أي مصنع بتعرف في الفترات الأخيرة في سلي منوعة من كل أنواع المطاعين أخذنا من كل الشركات أظن إلا جونسون إلا جونسون بالرغم أنه أنا شخصيا واتأخذ ترخيصه واصلح نعم قناعة العلمية أنه جيد أنه ممتاز حتى بس إحنا بالبداية بناشى نكون إحنا أول الناس اللي نخضر لازم نشوفه في أقطار ثاني والنقطة الأهم أنه أي مطعم بدخل عنا يخضع للفحوصات الرقابة الداخلية نعم الرقابة الداخلية والغذاء والدواء طبعا بدون أي ترخيص بالغذاء والدواء لا يمكن استخدامه حتى لو كان يعني لفئة معينة أو لعدد معين من الناس يجب أن يمر على الغذاء والدواء فآمن طبعا نؤمن بالعلم نؤمن كمان بجهات الرقابة اللي عنا المختبرات اللي عنا وكذلك النتائج اللي بنشوفها النتائج الملموسة هي التي تثبت وأعتقد أنه الارتياح اللي انعكس عند الشارع الأردني وصارت زيادة في أعداد المطاعيم بعد أن ظهرت نتائج بأنه ما في حالات وفيات وغيرها بالعودة إلى الحديث عن ملف كورونا أو خلينا نقول الذين يتلقون العلاج في كورونا سمعنا وتسريبا ووصله لنا هامس بأنه إذا ظل الوضع هيك جيد رح يصير كل المتعالجين من كورونا في المستشفيات الميدانية ومستشفياتنا ستكون خالية صحيح هذا كلام مية بالمية يعني أحد الخطوات التي ستتبعها في الأيام القادمة مدام أنه يعني قدرنا أنه نسيطر على الأسرة وإدارة الأسرة في المستشفياتنا الحكومية بتعرف إحنا كمان وسعنا تعاقدنا واستأجرنا مستشفيات أخرى من القطاع الخاص مشان توفير هذه الخدمة لجميع مرضانا وبالمناسبة مرضى الكورونا تم معالجته مجاني يعني بغض النظر أردني أو غير أردني المقيمين مهما كانت صفته بغض النظر مؤمن أو غير مؤمن كانت العلاجات مجانية تقدم أسعارها باهظة أنت بتعرف الحكي هذا هنا مكلف جدا ولكن إحنا بهمنا سلامة وصحة مواطننا بالدرجة الأولى هناك في خطتنا أنه هذه المستشفيات الميدانية وعطت نتائج كثير كويسة يعني إحنا في البداية نكنا نتشائم أنه أنشئت هذه المستشفيات لكن أنا بأكد لك أنه أفادتنا بالعكس هي أخرجتنا من أزمة كانت متوقعة أنه زي الدول المتطورة أنت بتعرف دول أوروبا بقعد في أزمة عدم وجود أسرة صار عندهم مشكلة في دول اللي تسبقنا في تطورها العلمي في تطورها الاقتصادي ما كان حدا يتوقع في أوروبا في وسط أوروبا الغربي أنه تدور على سرير ما تلاقي فما بالك إحنا يعني دولة صغيرة مقدراتنا الاقتصادية محدودة قمنا بالسيطرة وتوفير هذا وطلعنا من الأزمة أنا بعتبره نجاح كبير اللي توصلنا ولم نحتاج للمزيد من المستشفيات وسنعود إن شاء الله للحياة الطبيعية يعني أنت بس هنا بس بهذا الملف تؤكد بأنه إذا استمرنا إن شاء الله أو يعني يظهر بأنه نحن نتوجه إلى نقل ملف يعني علاج كورونا إلى الميداني والمستشفيات العادية ترجع إلى وضعها الطبيعية مئة بالمئة هذا بدأت فيه ولا لسه في تفكير الخطوة المستشفى البشير بات خاليا تقريبا أنا أعرف إنه قبل أيام كان بعض المرضى هناك حولناهم كلهم له يعني منهم من تلقى العلاج إحنا ليش بلسأل عن هاي قصة دكتور مع الاحترام والتخدير وأنت كنت في مستشفى البشير وتعلم حجم الخدمة التي يقدمها هذا المستشفى أو أي مستشفى حكومي بأنه هذه النوعية من المرض تحتاج إلى خصوصية أكبر وعدد خدمة أكبر صحيح فهذا يحرم الآخر من إنه ممكن يأخذ خدمة صحيح أو يكون فيه اكتباض يؤدي إلى الازدحان صحيح فإذن يعني تؤكد أو تتحدث مئة بالمئة بأنه سوف ننتقل إلى المستشفيات الميدانية وبدأ هذا الحديث الآن إن شاء الله هذا يعني يوفر على الناس مئة بالمئة يعني هلأ سيتم استخدام الأقسام اللي كانت مشغولة في مرضى الكورونا للأمراض الأخرى طبعا في كل مستشفى احتياطا أكيد طبعا في الخطة القادمة موجود يعني ممكن يجيني من باب الاحتياط كورونا ولا يمكن نقل إلى مستشفى آخر فهناك مخصص في كل مستشفى قسم عزل محدود يعني أقلها حسب إمكانية المستشفى يعني في مستشفى البشير خصصنا تقريبا 12 سرين لهذه الغاية ستبقى لهذا الغراب من باب الاحتياط يعني ممكن أنه يحتاج للتداخل الجراحي لكن بعد العملية الجراحية سنلجأ أن يدخله لهذا القسم اللي هو معالجة المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى عدل كورونا في هذا القسم طيب ملف تطوير القطاع الصحي سيدي هو ملف مطروح وأعتقد أن تتحدث فيه ومعالي دكتور فراس أيضا تحدث فيه خصوصا بعض يعني بعض الإجراءات التي تمت أو بعض الأحداث التي تمت وكانت يعني متعبة لنا وحتى للحكومة أيضا هذا الملف أين هو الآن وهو على طاولة التطوير هناك كان حديث السابق عن نقص في الكوادر الطبيب لبعض المستشفيات كان هناك حديث عن إشغال أكبر في بعض المستشفيات هل تم دراسة هذا الموضوع ومعالجة هذه المشكلة أم هي على الطاولة الآن بالتأكيد هي التطوير يمر في مراحل يعني بتعرف إحنا بالفترة احتجنا مرة واحدة للمزيد من الكوادر الطبية والتمريضية والوزارة الصحة يعني حضيت في السنة الماضية بتوظيف غير مسبوق يعني من دوان الخدمة المدنية أنا بحكي عن تقريبا 3500 موظف وهذا لم نحلم به من قبل الآن هم في المستشفيات موزعين تحصين يعني زيادة للعدد ودعم ومساندة للفرق الموجودة أصلا مش رايحة تطول يعني إن شاء الله تكون مش مشيزة هذه الكوادر ستعود إلى المستشفيات المستشفية وستغطي الاحتياجات اللي كنا إحنا فعلا نعاني منها من قبل تطوير الصحة يمر في مراحل حكيت أولا تعرف إحنا في بعض الاقتصاصات شراء خدمات المشتري لكن هذه ليست حلول يعني أول موضوع تم فتحه ومناقشته مع معالي دكتور فراس كان موضوع حل يعني حل نهائي لقضية شراء القدمات وهاي طبعا ليست في يوم وللغاحته نحن على وقت لكن بحاجة إنه نبدأ تبدأ هذه العملية التطويرية اللي نحك عنها إنه ابتعاث من زملائنا لتلقي الإختصاصات في الجامعات في المستشفيات الجامعية اللي إحنا موجودة في الأردن وعلى مستوى عالم الكفاءة للخدمات الطبية يعني وبعدهم تحيي متعاونين معنا كثير تبتحكي بعد كمان سنة يعني ابتعث من أحد زملائنا في بعض الإختصاصات الفرعية بعد سنتين برجع في قسمه بطور يعني هل لم اشترط علينا ثلاثة استشارية في كل اختصاص فرعي يقوم بتدريب هذا البرنامج في مستشفية وزارة الصحة وعندنا بعض الإختصاصات اللي صار عندنا فيها اكتفاء ذاتي وبطلنا نحتاجه تحكي عن جراحة الدماغ والأعصاب مثلا عندنا صار اكتفاء ذاتي موجود وعندنا معترف فيهم ويخرجوا جميع الإختصاصات من وزارة الصحة يعني ما في داعي انك تبتعد احنا نحكي عن الإختصاصات الفرعية النادرة جراحة القلب جراحة الأوعى الدموية اللي احنا احتجناها في الفترة الأخيرة وبالمناسبة سيكون أول مركز لجراحة القلب والأوعى الدموية في مستشفية البشير جاهز وسيكون إن شاء الله في الشهر القادم بديش أقول خلال الشهرين لأنه على وشك إنه نوظف كفاءات لإدارة هذا المركز تبتحكي عن التطوير هذا جزء من التطوير الكوادر تدريب كوادر جديدة في الإختصاصات النادرة ابتعاث زملاء في الإختصاصات داخل الأردن وخارجها وإن شاء الله برنامج الإقامة احنا الآن على وشك نبدأ برنامج الإقامة بخمسمائة طبيب سيبدأ إن شاء الله مع بداية شهر حزيران القادم خمسمائة طبيب هؤلاء في مختلف الإختصاصات تعرف يعني غمض عينك أربع سنين وإنه عندك خمسمائة أخصائي هاي هي ثورة في تطوير تطوير العلمي بيكون عنا تقريبا موزع احنا الآن مركزين على تطوير الخدمات كمان في المراكز الصحية يعني لدينا في الخطة أن وضع المراكز الصحية تحت إشراف اختصاصيين خصوصا في اختصاص طب الأسرة طبيب الأسرة في المراكز الصحية بيحللنا مشكلة كبيرة بيقلل من تحويلات اللي بتصير بيقلل من الاستشارات للإختصاصات الثانية طبيب الأسرة هو يعني بتقدر تقول هو مجمع اختصاصات على فكرة يعني هو يستطيع أن يجالح يستطيع أن عظام يعني يتعطي إشارة في النساء والتوليد يستطيع أن يعطي استشارة في الباطني إذن هذا الطبيب الممارس اللي احنا بحاجة إله في المراكز الصحية اليوم ركزنا الضوء عليه لإنتاج العديد منه لأنه بحاجة أن يكون تبتحكي إذا غطينا المراكز الصحية ستكون إنها كنقلة نوعية يعني من قبيل يعني قوة المراكز الصحية لموجودة في الأطراف تعطي رياحية وقوة للمستشفيات أكيد أكيد وهذا سيحل يعني مشكلة في المستقبل لأنه مشكلة التحويلات الغير مبررة لأنه المريض بيدور على طبيب أخصائي فإذا تقدمت له الخدمة في المراكز الصحية فلا داعي إنه يستمر في التحويل إلى مستشفيات وأخذ موعده وما شابه ذلك ستبقى المستشفيات وإحنا المعروف عنها المستشفى هو للدخول يعني مريض تدخل الجراحي خلينا نقول أول شيء بحاجة إلى ضرورة أما أنه أشوف معاينة أو كذا هاي إحدى العيوب اللي إحنا سنعالجها في خطتنا إن شاء الله اللي موضوع الآن للدراسة من كبار استشاريين العلوم الإقتصاصات الثانية في وزارة الصحة طبعا أنا بدي أسألك سؤال أنا دائما بحب أكون متفائل لأنه دائما بيقول تفائلوا بالخير تجدوا ما بعد كورونا سياسة الإدارة للملف الصحي ووزارة الصحة هل ستبقى كما كانت قبل كورونا أم أن هناك إحداث أكبر وتغيير يعني فيه تكتيك وأنا هنا بتحدثش عن العلاجات أنا بتحدث عن إدارة هذه المرافق وهذه الوزارة الضخمة جدا والتي فيها يعني عدد كبير من العامين الله يعطيهم ألف عافي كانوا الجيش وخط الدباع الأول في ظل هذه الجائحة ولكن هذه الجائحة كما قلنا تعلمنا منها وهي درس ودرس قاسي للأمانة يعني فقدنا خيرة الخيرة من الأطباء والممرضين رحمة الله عليهم والناس الموجودين ما بعد كورونا نعم كيف ينظر يعني من يدير المشهد الصحي والملف الصحي كإدارة ولا نتحدث عن إدارة مئة من مئة صراحة يعني ستبدأ التغييرات بالتقييم الإداري يعني ملف الإدارة هو ملف مش قليل التقييم لغاية اليوم كان تقييم بديش أقول لك عشوائي يعني محسوبي مش منتظم مش منتظم تقييم في مبالغة يعني مش معقول إنه أنا آجي على مستشفى ما لاقيش واحد تحت التسعين كله ممتاز من أول نظرة استحيين إنه تلاقي كلها الناس ممتازة لكن لما بتجي تنعكس على الأداء اللي موجود لا مش ممتازة هذا يعني يشير إلى أنه فيه هناك تقييم خاطئ مقيم مخطئ أو مقيم ممكن إنه يجهل التقييم لأنه أنا بقدرش أعبر عن ذلك إلا أنه مدام بحط تسعين بس مش مبرر كيف عطي التسعين التسعين ما حدا بصل إلى هذا يعني صعب جداً إنه تلاقي عندك في أي مؤسسة واحد تسعين يعني بتجوز بمبنى الإدارات العام يعني مقرب كله يحصلوا على هذا يعني مش بها السهولة تصل للتسعين طبع بدك يكون في عندك إنجاز بدك يكون عندك إنجاز إداري بدك يكون عندك إدارة بدك يكون عندك ملف اقتصادي يعود عنه إنه خففت عنه النفقات بدك تكون يعني دارس المدير ليس مدير شخص يجلس على كرسي هذا المدير من يدير النفقات من يدير المصاريف من يدير الأدوية صرف الأدوية إحنا بتعرف إحنا بنعاني من هدر في صرف الأدوية وهناك دراسة تمت يعني بتوجيه ملكي هناك بدأقول لجنة قامت بدراسة هذا الملف لدراسة كيفية دمج المؤسسات الصحية في الأردن سواء القطاع الحكومي مع الخاص نحكي عن خاص يعني الجامعي والحسين للسرطان والخدمات الطبية حيث يكون هناك مصدر واحد يعني صندوق واحد يعني توحيد مرجعياتهم هذا بالطلب طبعا متابعة المريض متابعة تحركات المريض يستطيع مثلا الطبيب في وزارة الصحابة بالإطلاع على ملف المريض اللي في الخدمات الطبية يستطيع ممكن تجنبه هذه الإطلاع أو دخوله لملف المريض تجنبه من ما يصرف مصاريف ونفقات أخرى كان مش بحاجة إلها وأنا أعطيك بعض الأمثلة عندنا في وزارة الصحة يعني برنامج حكيم اللي إحنا متابعه الآن وكثير صدفة معاي بالبشير يجييني مريض تعرفوا المريض بيجي متلهف يشوف مرضه يشتشخص فيجي يطلب مني بده صورة أشعة أو صورة رانين المغناطيسي لما نتطلع بالجهاز وإنه مبارحة مسويها مزانة بالزرقة طبعا هو بيخبي هذا الفكرة أو بيخبي سنسوي كمان واحده يتأكد سنسوي واحده ثاني يفكر أنه يعني فيها منفع وهي بتضره بالنهاية طبعا بتضره جاي بتضره إحنا كهدر وبضره هو كمان كأشعة كامنة في جسمه ممكن أنها تسيئله سوء الاستخدام ممكن أن نسوي له مضاعف لأمراض كون موجودة أو كامنة في جسمه هاي الأمور وتطويرها والشراكة ما بيننا إحدى الأمور الإدارية المستقبلية اللي احنا نطمح إلها نطمح أن يكون فيه صرف مبرر للأدوية وصفة مبررة علميا مدروسة علميا تشخيص مبني على علوم وعلى تحاليل يعني مبررة ما يكون عندنا كل إشي عشوائي فيه عشوائية فيه تشخيص فيه عشوائية فيه إدارة الأدوية فيه عشوائية في صرف الأدوية هذا طبعا كله إذا اندرس وانحط المشكلة هناك علوم لا أي مشكلة من المشاكل وهذا ما نتمنى ونحن نشد على أيديكم وان شاء الله أنه ننتقل في ملفنا الصحة الصحي إلى أفضل شيء وأفضل خدمة تقدم لأنه هذا بالنهاية سينعكس على المواطنين الدكتور محمود الزريقات أمين عام وزارة الصحة أول شيء أنا أشكرك عظيم الشكر على منحنا هذا الوقت وأنا بعرف أنه أخذناك من اجتماع وكنت مشغولا الله يعطيك ألف عافية اثنين بشكرك على المصائح اللي وجهتها خصوصا بخصوص موضوع المطاعيم وغيرها وبرنامجنا اسمه للحديث بقية وسيكون لنا وهذا وعد منك للحديث بقية في استكمال هذه المسائل كل عام شكرا كل الاحترام شرفنا سين شاء الله شكرا إخوانا ومتابعينا بعد هذا الفاصل الذي سيتحدث فيه جلالة الملك سوف ننتقل إلى ملفنا الثاني من عمان هنا القدس أنا كهاشمي كيف تراجع أو تخلص من القدس مستحق خط أحمر كلا على القدس كلا على وطن بديل كلا على التوطيل القدس أولى القبلة القدس في وجدان كل المسلمين والقدس في وجدان كل المسيحيين أمري ما راح أغير موقفي بالنسبة للقرس أقف بكل هذه الثقة والقوة والاحتزاز لأن حولي شعبا عظيما شامخا حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن وإسناد مؤسسات الدولة مواطنين يعملون بعزيمة وينجزون باحتراف ويضحون بشجاعة ودعوني أقول لكم أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف ولا تعرفون المستحيل كبار لأنكم تقدمون أروع صور التضحية والإيثار وكبار لأنكم في وطن كرامة الإنسان فيه فوق كل الاحتبارات نعم هذا هو الأردني الذي أعرفه وأباهي به العالم بفخر الواثق بشعبه نعم أيها الأهل والعجوة سنتجاوز بإذن الله هذا الظرف الذي نعيشه لأن المعدن الحقيقي للأردنيين يظهر عند الصعاب ولأنكم أصحاب العزم والإرادة لأنكم الأخطر على تحمل المسؤولية ولأن الانتماء والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها نهجكم ولأنكم مؤمنون أن التكاتف يقود إلى القوة والمستقبل الأفضل سنتجاوز بعون الله كل التحديات نعم وقريبا ستقام الصلوات في المساجد والكرائس وستعود الحياة للشوارع والأسواق وسيعود العمال إلى مصانعهم والموظفون إلى مؤسساتهم وسنرى أبنانا وبناتنا الطلبة يخرجون كل صباح إلى مدارسهم وجامعاتهم قريبا كل هذا سيتحقق شدة وبتزول إن شاء الله وتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم من جديد في المحور الثاني من حلقتنا في هذه الأمسية وهي بعنوان من عمان هنا القدس نعم من عمان هنا القدس ومن كل أردني هنا القدس وفي قلب كل أردني ووجدانه هنا القدس وفي عقيدة كل أردني قضيتنا فلسطين شاء من شاء وأبا من أبا هذا ليس كلام الشعب فقط بل القيادة الهاشمية والشعب ومؤسساتنا وكل ما يمثل هذا الشارع الأردني يعلم ويعي بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ومن عمان هنا القدس عاصمة فلسطين العربية هذا ما نؤمن فيه إيمانا مطلقا غير قابل للحوار وغير قابل للتجادل وغير قابل أيضا لطرحك وجهة نظر بل هي حقيقة وثابتة من ثوابتنا التي لن ولم نتنازل عن مثل هذه التوابت من عمان هنا فلسطين العربية الحرة الأبية وشعبها الذي نتعلم منه الرجولة شعبها الصامد المرابط ومن عمان هنا القدس دائما وأبدا هذا العنوان قد لا يرضي بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى إلى تهويد هذه المدينة التي ورثناها في دم قلوبنا وفي مقلة أعيوننا من عمان هنا القدس هذا قول واحدا ليس للإعلام فقط بل منهج حياة وأسلوب وثابت لدى كل مواطن أردني وعلى رأسهم أيضا العائلة الهاشمية وجلالة الملك من عمان هنا القدس نتحمل معكم ما نستطيع أن نتحمل ولكننا لن نصل إلى أن نكون إلى جانبكم قد نكون كمواطنين قصرنا ولكننا أخلصنا الدعاء من عمان هنا القدس دائما وأبدا ما نقسم بأن نكون مع القدس ومع أهلها وعندما أقسموا سوف نقسم بأن نحافظ على القدس هذا القسم باسم كل أردني وباسم الأسرة الهاشمية وجلالة الملك بأن هذه المدينة وفلسطين خط أحمر لن نتجاوزه لا بصفقة قرن ولا بتنازل ولا بأي صفقة من العهر السياسي الذي يمارس على أهلنا في فلسطين من عمان هنا القدس ونقول أقسم بالله العظيم بأن نحافظ ونحاول أن نحافظ على هذه المدينة ونكرر قسم أهلنا المقدسيين بنفس القسم ونحمي المنزل الأقصر مبارك ونحمي المنزل الأقصر مبارك ونحمي المنزل الأقصر مبارك والله على ما نقول شهيد لهذه المدينة رجال أقسموا على المحافظة على المسجد الأقصى وعلى فلسطين وعلى قضيتهم ولن يتنازل لا يغركم بأن هناك من يغرد خارج السرب فهؤلاء لن يؤثروا ولن يؤثروا على الثوابت لا يغركم إن سمعتم في بعض الإعلام المتصاهين بأن العرب مع التنازل عن القدس فهذا لا يمثل العرب وحتى لو أعلن من قيادات هذه الدول العربية فلا تصدقوهم فالشعوب أصدق لا يغركم بأن هناك من يتآمر على الدول العربية فاليوم لم يبقى لدينا محتجين ومعترضين بثقة وبهدف وبشرف إلا أهلنا في فلسطين والبقية أصبحوا يتناحرون فيما بينهم على مصالح ومكاسب ضيقة سوف تنتهي فلسطين هذا وعد الله ووعد الله حق شاء من شاء وأبى من أبى اليوم الشرعية الدولية اهتزت اليوم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي أقيمت توقفت فعندما نشاهد هذا الشعب يجابه وحده وحيدا هذه الماكينة التي تريد له أن لا يصلي في مسجده وأن لا يكون في بيته آمن وتتآمر عليه ببيع مقدراته وأرضه في القدس وبيته ودكانه فاعلم بأن هذا الشعب العظيم لن يتنازل ونحن خلفهم نستطيع أن نقدم الدعاء ونصدق في هذا الدعاء وأن نخلص هذا الدعاء حتى نكون إلى جانبهم وهناك أيضا بعض الإدارات السياسية العربية التي وقفت موقفا واضحا وصريحا وهنا وليس لأنني من المملكة الأردنية الهاشمية أكرر الموقف الأردني الواضح الصريح الذي نقل على لسان جلالة الملك يعني أعلى سلطة في المملكة الأردنية الهاشمية هي من تقول لكم القدس خط أحمر ولا للتوطين ولا لصفقة القرن ولا لأي مشهد يريد أن يغيب عن حاضرنا ماضينا وأصلنا وأساسنا ففلسطين قضيتي وقضية كل أردني وقضية كل عربي وبالمناسبة هي قضية كل إنسان يؤمن بالإنسانية وحقها ما يجري في أرضنا المحتلة شيء يدمي القلب والبعض لازال يتباكى على الحريات وعلى الديمقراطيات وعلى غيرها فالذين تباكوا على الكثير من المسائل وخليني أذكر منها مقتل شخص في منطقة أو إساءة عنصرية أو غيرها أين أنتم اليوم مما يجري من تهويد لهذه المدينة أين أنتم اليوم مما يجري من طنص لكل الحقائق الثابتة والواضحة والصريحة أين أنتم اليوم من موقف موحد خلف شرعية شرعية لا يستطيع أحد إنكارها ولم يستطيع أحد إنكارها لا بالمال ولا بالنفوذ ولا بالقوة ولا بالسياسة لأن الشرعية واضحة وصريحة وكما قلت هو وعد الله ووعد الله حق المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بجلالة الملك اليوم تقف قد تكون وحيدة ولكن يعني يقف إلى جانبها قلة واضحين ويقدم تساؤلا واضحا واستنكارا واستهجانا ومحاولة لدعم المرابطين في المسجد الأقصى فأين البقية هل نسينا بأن هذه أولى القبلتين والثالث الحرمين هل نسينا بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أسرى من القدس إلى السماء هل نسينا أيضا بأن في هذه المدينة أيضا كنيسة المهد هل نسينا وهل نسينا أم أن هناك من يريد أن ينسينا ينسينا من خلال برامج هابطة وإعلام مرتجف وتزويف وتسويف الواقع العربي وجذبه باتجاه آخر سواء بمسابقات أو بغيرها أو بغيرها على محاولات لطمس هذه الهوية العربية والمقدسية الفلسطينية القدس عاصمة فلسطين هذه الكلمة التي يرددها كل أهل في فلسطين ويرددها كل الأردنيين وعلى رأسهم جلالة الملك أوجعت من أراد للقدس أن تصبح عاصمة لغيرها للا شيء للا وجود ولا أصل ولا ثابت هذه مشكلتنا والإعلام اليوم يجب أن يكون له كلمة أيضا وأن لا يحاول يحرف هذه البوصلة اليوم في مصطلحات واضحة يجب أن تبقى في أذهاننا وصورة طباعية واضحة وهي هذه الصورة المصلين والقدس ثابت لن يختلف ولن تصبح هذه المدينة مقسمة مكانيا أو زمانيا كان اليوم معنا أو الأصل أن يكون معنا ثلاث اتصالات من ضمنها رطوفة الشيخ عكرمة صبري ولكن للأسف تليفونه يغلق وإن شاء الله أن يكون بخير وسلامة وأن لا يكون عليها أي إشكال للأسف الشديد طبعا الآن محافظ مدينة القدس في اجتماع طارق ولا نعلم ما هي الأحداث الموجودة في مدينة القدس وفلسطين ونتمنى الخير والسلامة للجميع اليوم هذه رسالة بسيطة قد نستطيع أن نقدمها وباب عرف الشباب يحكو لي يال فليوم ارتعينا أنه يكون هذا اللقاء من عمان هنا القدس عنوان واضح وصريح بأننا نعيش لحظة بلحظة ما يعيشه أهلنا في فلسطين قد يكون الألم يعني والضغط علينا أقل ولكن الألم نفسه واحد فمن يؤمن بالأردن يؤمن بفلسطين ومن يؤمن بالأمة العربية يؤمن في فلسطين ومن يؤمن بالدين سواء الإسلام أو المسيحية يؤمن بفلسطين ويؤمن بأن هذه المدينة هي مهد الحضرات وأرض الديانات وهي المدينة المقدسة الطاهرة التي بارك الله فيها وما حولها فهذه أرض الرباط ونقسم مرة أخرى على أن نحافظ على القدس مسلمين ومسيحيين شرقيين وجنوبيين شماليين وغربيين من كل الدول العربية فالقدس قضية يتشرف أن يقسم أي شخص بأن يحافظ عليها كآهلها بنفس القسم الذي نكرره عليكم ومن بعدها نعود إليكم الله على ما نقول شهيد عدنا لكم من جديد من عمان هنا القدس هذه كلمات ليست مرسلة وليست للاستهلاك الإعلامي بل هذه حقائق ننقلها لكم وكنا نتمنى ونتمنى إلى الآن السلامة للشيخ عكرمة ولمحافظ مدينة القدس ولا نعلم سبب إغلاق التليفونات نتمنى أن لا يكون هناك أي حدث موجود هناك يمسهم ونتمنى أيضا السلامة لأهلنا في القدس وفي فلسطين مجمل فلسطين ونكرر ما يكرره جلالة الملك دائما وأبدا بأن القدس خط أحمر وبأن هذا الوطن هو الرديف والكتف والسند لأهلنا في فلسطين على أمل لقاء فيكم في برنامجكم من الحديث بقية كنت معكم أنا المحامي طارق بالراغب صبحون على ألف خير اشتركوا في القناة